من دخل مجلس العزاء الحسيني لدى عمار الحكيم فهو آمن هكذا برر عضو تيار الحكمة التابع لعمار الحكيم بليغ أبو كلل حضور زعيم ميليشيا سرايا الخراسان حامد الجزائري رغم أنه مسجون كما تقول الحكومة وحميد الحسين المطلوب للقضاء حلقة جديدة في مسلسل اللعب على وتر الطائفية الذي يجتاح العراق منذ أسابيع مسلسل ابتدأه عراب الطائفية نور المالكي بالإساءة لصحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل أن تتمادى حكومة السودان بفرض مشهد طائفي جديد بإقرار عطلة رسمية توافق يوم الغدير في إجراء يعزز حالة الاستفاف الطائفي محاولات التصعيد والتحريض وتهديد السلم الأهلي عبر ورقة الطائفية استمر عبر مشهد جديد لخصه قيام أحد الذين شغلوا منصبا قياديا في الميليشيات الطائفية باقتحام جامع عبد الله بن عمر في حي البنوك شرقية بغداد أثناء خطوة الجمعات محاولا فرض أفكاره بالقوة مع سيل من تصريحات التهديد والوعيد في سابقة خطيرة لترهيب الأئمة والخطباء والمصلين وفرض الوصاية الدينية والفكرية عليهم كما نبهت إلى ذلك هيئة علماء المسلمين تصعيد جاء بعد ساعات من هجوم زعيم التيار الصدري على الأمويين في الوقت الذي يدعو فيه إلى إيجاد حصانة للمراجع عبر قانون يجرم الإساءة إليهم وهو ما قبل بتحفظ من المالكي خشية استغلال القانون من أطراف أخرى كالسنة والمسيحيين الذين يرفضون أيضا المساس بمقدساتهم التي يستبيحها الطائفيون دون رادع لأنه حينما يشرع قانون لحماية أو لتجريم من يتصدى للمرجعية وهذا باب مفتوح أيضا بعض السنة سيقولون نحن أيضا نريد حصانة لفلان وفلان من علمانا محاولات فرض حالة الاستعلاء الطائفي التي يشهدها العراق بما تحمله من دلالات خطيرة تأتي متزامنة مع أكثر مراحل العملية السياسية حطاطا وفسادا كما تقول هيئة علماء المسلمين حيث لم يكتفي نظام المحاصصة بالعبث بحاضر العراقيين بل يريد تحريف تاريخهم وتسفيها عقائدهم والانتقاص من رموزهم في الوقت الذي تستخدم فيه الإساءة للقرآن الكريم وسيلة للتناكف السياسي ومحاولة للتصدير صورة أخرى لا تمثل حقيقة الطبقة السياسية وميليشياتها التي تستهدف الأمة في عقيدتها وتاريخها وهويتها